تلاميذ سنة الثالث ابتدائي السلام عليكم هذا اختبار الفصل الأول في مادة التاريخ النموريش الثالث سنقوم بحله معك التمنية الأول أجيب صحيح أو خطر لدينا عبارات نجيب إن كانت صحيحة أو خطر الخط الزمني يرتب الأحداث حسب تعاقبها زمنيا إذن على الخط الزمني نرتب الأحداث حسب تعاقبها زمنيا معناه من القادم ونصعد أحسنتم إجابة صحيحة بصحيحة الأحداث التي تقع لنا تحدد في الماضي فقط أحداث التي تقع لنا تحدد في الماضي فقط خطر أحداث التي تقع لنا بعضها حدد في الماضي وبعضها في الحادث ليس في الماضي فقط ترتبط الأحداث بأماكن وقعت فيها الأحداث مرتبطة بالأماكن جيد صحي لكل حدث مكان معين إذا نراجع الخط الزمني يرتب الأحداث حسب تعقبها زمنيا الأحداث التي تقع لنا بعضها حدث في الماضي وبعضها في الحاضر ليس في الماضي فقط خطأ ترتبط الأحداث بأماكن وقعت فيها ننتقل إلى التمرين الثاني إربط بسه الحدث المكان الزمان جهة مقابلة سنة 2019 ميلادي الدخول المدرسي والمدرسة إذا لدينا الحدث لدينا الحدث لدينا المكان ولدينا الزمان إذا نربط ما هو الحدث أحسنتم الحدث هو الدخول المدرسي هو حدث ما هو المكان المرتبط بهذا الحدث أحسنتم المدرسة زمان الذي وقع فيه هذا الحدث جيد سنة 2019 الحدث هو الدخول المدرسي المكان هو المدرسة والزمان هو سنة 2019 التمرين الثالث أكمل ملء الفراغات إذن الفراغات نملئ الفراغات في حياة اليومية أحداث مألوفة ومشتركة بعضها وبعضها وبعضها ما نوع هذه الأحداث أحسنتم بعضها يوجد ديني شخصي وطني واجتماعي ندكب ثلاثة منها إذن بعضها ديني وبعضها اجتماعي وبعضها وطني بعضها ديني يوجد ديني وطني اجتماعي وشخصي ذكرنا الثالثة بعضها ديني إذن نراجع في حياة اليومية أحداث مألوفة ومشتركة بعضها ديني وبعضها اجتماعي وبعضها وطني التمرينة بعد رتب الأحداث التالية على الخط الزمني دخولي إلى المدرسة سنة 2017 ميلادي 2011 التعلم اللغة الفرنسية 2016 انتقالي إلى السنة الثانية 2018 لدينا الخط الزمني نرتب الأحداث حسب تعقبها زمنية إذن نبدأ من القادم السنة القديمة لدينا 2017 2011 2011 2019 2018 2018 ما هو الحدث الأول؟ أحسنتم هو 2011 إذن ميلادي سنة 2011 حدث الثاني حدث الثاني 2018 2017 جيد دخولي إلى المدرسة سنة 2017 دخولي مدرسة 2017 مدرسة 2017 مدرسة 2019 حدث الزمني عدة المبنرسة سنة 2018 السنة 2018 عدة المقربة ونذر احسنتم هذا الرابع هو سنة النظر سنة عدة المدرسة أتعلموا اللغة الفرنسية سنة 2018 إذن رتبت الحداث حسب تعقبها زمنيا الحدث الأول هو ميلادي ثم دخولي إلى المدرسة سنة أولى انتقال إلى السنة الثانية سنة 2018 وأتعلم اللغة الفرنسية هذه السنة 2019 التمرين الرابع أو تعفوا التمرين الخامس صنف الأحداث في الجدول إذن لدينا أحداث عودة الجد من الحج عاش وراء يوم الشهيد عيد الميلاد الجدول فيه حدث شخصي حدث ديني حدث اجتماعي وحدة وطنية إذن إذن أحداث نضعها في الجدول عودة الجد من الحج هل هو حدث شخصي يخصني أنا؟ لا هل هو حدث وطني يخص كل وطني؟ كل الشعب الجزائي؟ لا هل هو حدث ديني يخص كل المسلمين؟ كذلك لا إذن عودة الجد من الحج هو حدث اجتماعي عودة الحج هو حدث اجتماعي مواصف عشورة حدث حسنتم يخص كل المسلمين إذن حدث ديني العشورة هو حدث ديني يوم الشهيد أحسنتم حدث وطني يخص كل الوطن كل الوطن يوم الشهيد حدث الرابع عيد الميلاد عيد ميلادي أو عيد ميلاد أو عيد ميلادي أحسنتم حدث شخصي يخصني أنا إذن نراجع حدث الشخصي هو عيد الميلاد حدث الديني هو عشورة عودة الجدي من الحج حدث اجتماعي ويوم الشهيد هو حدث وطني وكذا انتهينا من حد اختبار لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد إلى اختبارين قادم إن شاء الله والسلام عليكم